لقد ميز الله بني الإنسان بالنطق والبيان ليتفاهموا فيما بينهم قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ومن شكر هذه النعمة مراعاة آداب الكلام فيختار أحسن الألفاظ حتى لا يترك فرصة للشيطان لإثارة الشر بين الناس قال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وليجعل كلامه في الخير والإصلاح أو على الأقل في المباح فإن شك في كون الكلام خيرا أو شرا فليلزم الصمت قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ولا يتكلم بما لا علم له به قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال قتاده لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله سائلك عن ذلك كله ولا يتكلم بالباطل فرب كلمة سيئة أهلكت قائلها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وليخصد صوته ولا يرفعه أكثر من الحاجة قال تعالى وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وليكن كلامه واضحا مفهوما وليقلل من الكلام ولا يثارثر فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه ولم يكن يسرد الحديث كسردكم وليلزم الصدق فإنه سبيل إلى البر وطريق إلى الجنة ومرقات إلى الصديقية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا